الأخير حاجة الكاف بيتكلم على صدافة كأس العالم كل سنتين والنهاردة دكتور باترس متسابي رئيس الكاف كان طلع بيان وقال إن الكاف بيؤيد تنظيم الكأس العالم كل سنتين ولكن من خلال دراسة وعرض الأمر على مؤتمر الفيفا في كونجرس الفيفا الفترة الجاية عشان يتم المناقشة بشكل أوسع وممعنى أضاق يكون فيه تصويت على القرار في الفترة الجاية الاتحاد الأوروبي رافض الاتحاد أمريكا للجنوبية الكورنمون بول أيضا رافض لكن الاتحاد الأفريقي 54 اتحاد مؤيد لفكرة إقامة كأس العالم كل سنتين لو الأمر راح للتصويت هيبقى أمر محرج لأوروبا والأمريكا الجنوبية آخر حاجة أيضا اتحاد الكورنة هيقدم كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني يوم الخميس القادم في مؤتمر صحفي الساعة واحدة الظهر بقاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد في الجزيرة وكارلوس كيروش سيصل القاهرة غدا الأربعاء ويكون فيه مؤتمر صحفي لتقديمه يوم الخميس القادم لما نشوف المؤتمر يوم الخميس هيكون مين موجود مع الجهاز الفني المنتخبنا الوطني ومع كارلوس كيروش في الفترة اللي جاي عشان عندنا مباراتين مهمين جدا مع ليبيا في تصفيات كأس العالم مباراة الأولى في استاد برج العرب والمباراة الثانية في بنغازي مع المنتخب الليبي يوم 12 أكتوبر